أما هلأ وصلنا لفقرتنا الختامية ورجال رح نحكي عن شيء كنا هيك تحت الهواء طبعا مع ضيفتنا اللي رح نعرف عليها الناس كنا عم نحكي عن دور طبعا المرأة اليوم رح نحكي أكتر عن المرأة بمجال العلوم ومجال الفضاء طبعا محاولات كثيرة كانت ليجعل دور المرأة متكافئ مع دور الرجل بهذا المجال لذلك هاي المحاولات الحثيثة جعلت من يوم 11 شباط فبراير حسب طبعا الأمم المتحدة هو يوم تعليمي ويوم للاحتفال بالمرأة في تعلم العلوم بالعالم أجمع طبعا رح نحكي أكتر عن هذا الشيء على المستوى العربي وننزل أكتر على المستوى السوري نتخصص أكتر بهذا الموضوع بصرنا يكون معنا سيدة من السيدات السوريات اللي دخلت مجال علم الفلك وتحديدا الجمعية السورية للفلك معنا اليوم السيدة أكيد تركيا جبوري سعد صباحك أهلا وسهلا فيك أي سعد صباحك سلمة صباح الخير صباح الخير رشا يسعد صباحك كل عام وانتوا بخير مو بس بمناسبة يوم العالمي للمرأة والفتاة بمجال التعليم مناسبة بعد فترة كمان عيد الأم يعني احنا لازم كل يوم عنا عيد المرأة دائما موجودة يعني بكل المجالات يعني اليوم عم نعيدها بعيد الأم عم نعيدها بإدعاش فبراير يعني بتحسي اليوم المرأة لأي مستوى وصلت بالتصاوي وتمكنت أن تكون جنبا لجنب إلى جانب الرجل لا بالنسبة للفترة الحالية نحنا نحكي بسوريا من فترة عشر سنين وجاية المرأة جنب لجنب بالرجل بكل شيء يعني نحنا عنا فترة الحرب اللي عشناها فرضت على المرأة السورية ظروف ما كانت مفروضة عليها قبل فرضت عليها أعمال جديدة فرضت عليها تكون بميادين جديدة هي ما كانت موجودة فيها بالفترة السابقة أكيد خلينا نحكي اليوم عن هذا اليوم اللي بدأته طبعا الأمم المتحدة إدعاش فبراير أو إدعاش شباط شو كان السبب الأكبر وكيف شفتوا تداعيات وجود مثل هذا اليوم ونحكاسوا إيجابيا على السيدات الأمم المتحدة أو أي حدا فينا لش بيقول مثلا هذا يوم للنساء أو هذا يوم الأم أو هذا يوم للاحتفال بكذا ليصلتوا الضوء على شيء المجتمع بيحاجروا إن إحنا مثلا بالمجتمع عنا نساء طبيبات عنا نساء فنانات رسامات موسيقى بمجال الموسيقى لكن وين الفقر بالموضوع بمجال العلوم والتكنولوجيا رياضيات فيزيا كيميا والهندسات هذا المجال النساء قليل جدا ما كانت تقبل عليه هذا اليوم تم إطلاقه بديسمبر 2015 لحتى يركز على دور الفتيات والنساء بمجال العلوم والتكنولوجيا ضمن دراسي أجروها بين تقريبا عام 1997 للألفين وعشرة بهذه الفترة شافوا يترى نسبة النساء اللي عم يروحوا على مجال العلوم والتكنولوجيا والرياضيات كبيري ولا أليلي فكانت النسبة كتير منخفضة بيصير عند الفتيات إقبال على هاي العلوم بين سن 11 ل 15 سنة بتكون هاي العلوم كتير محفزة لإلن لكن بعد فترة الخمسة عشر سنة بيصير إقبال على علوم ونشاطات ومهارات أخرى واغلبا نشاطات المتعلقة يعني مثل ما بيوجهوا الأهالي إما الموسيقى أو الفن أو هذول الأشياء فالأمم المتحدة حتى تركز على دور المرأة والمساواة مع الرجل بدأت تحتفل وأطلقت هاي الاحتفالية اللي هي اليوم الدولي للنساء والفتيات بمجال التعليم نركز عليهم بمجال الهندسات يعني نحنا هلأ بالـ 2022 فيروس كورونا من سنتين فرض علينا ظروف ما كانت هي مفروضة علينا من قبل طررنا نتعلم أونلاين نعمل محاضرات أونلاين المؤتمرات كلها صارت أونلاين فنحنا لما استخدمنا هاي التكنولوجيا الجديدة أو هاي التقنية الجديدة سواء بالتعليم سواء بالمحاضرات سواء بالسفر فنحنا بحاجة لتطوير أكثر لأننا الذكاء الصنعي يعني عندنا مجالات كتير كبيرة وعم نشوف حاليا التركيز على الروبوتك يعني هذا المجال عم يكونوا فيه الذكور أو الرجال أكتر من النساء الأمم المتحدة انطلاقا من هذا الشي عم بتحاول تركز وتحاول تدخل المرأة بكافة هاي العلوم اللي هي الهندسات والتكنولوجيا طيب إذا هيك حبينا نبسط ونعطي معلومات أكتر اليوم المرأة ضمن هذا المجال شو بتشتغل؟ شو الاقتصاصات هذه بتتدرب عليها؟ شو ممكن إذا تطورت بوضع المهني والثقافي أنه ممكن لو أنتصل بالنهاية؟ هل المرأة قادرة على أنها تصل لمساحات كتير كبيرة وتفرض وجودها بأي مكان بتكون فيها ضمن العلوم الفلكية ضمن العلوم إذا نحن بنرجع بالتاريخ شوي لورع نرجع تقريباً للـ 450 ميلادي كان في عالمي جداً ظريفة ومشهورة اسمها هيباتيا الإسكندرانية هاي العالمي ترعرعت بمكتبة الإسكندرية مكان الكتب تعلمت على إيد والدها لكن بهذيك الفترة ما كانت النساء قادرة على أن تنشر البحوث اللي بتقوم فيها في عنا عدد كبير من النساء بهذيك الفترة كان العلم حكر فقط على الرجال يعني حتى مو كل الرجال كانت طبقة معينة هي طبقة الأثرياء والكهني هنا اللي يتعلموا والطبقات الأخرى ما في داعي كانت أن تتعلم عنا نساء مثلاً نحكي عن نساء عربيات كان لهم إسهامات بمجال علوم الفضاء والفلك عنا عالمي مشهورة جداً اسمها مريم الإسطرلابية اشتغلت ببلاط سيف الدولي الحمداني طورت الإسطرلاب الإسطرلاب هو آلي مثل جيب أسحالياً لرصد النجوم مواقع النجوم ما في سفينة بتخلم للإسطرلاب رغم التطور اللي نحنا فيه هلا كل سفينة فيه موجود فيها إسطرلاب لحتى إذا صار أي خلل نحنا نقدر نستعين فيه عالمات مثلاً مريم المجريطية سميت بالمجريطية نسبة لوالدها مجريط هي مدريد بهذيك الفترة عاشت بالأندلس كان عندها إبداعات كتيري عنا عالمات عالميات كارولين هرشل كارولين هرشل فيه شي ضريف كتير عليها أنه هاي الطفلة أول ما يعني تقريباً بعمر ثلاث سنين صعبتها الجدري فصار وشها فيه ندبات بعمر العشر سنين صعبت تفؤيد فوقف نموها أبوها وإما خافوا عليها أنه هاي البنت ما رح تقدر تلاقي شريك حياة فأخوها هو العالم وليام هرشل مكتشف كوكب أورانوس شاف أنه ممكن إخته تساعده بأعماله ممكن تساعده بالعلوم وبالفعل أخذوا ليام هرشل كارولين هرشل وخلها ساعده هاي الطفلة اللي خافوا على مستقبلها أنه ما تلاقي شريك حياة هي أول امرأة بتتقاضى أجر على عمل علمي تم تكريمها من المجمع الفلكي البريطاني سجلت اكتشافات مزنبات وصدم بإسمها يعني المكان اللي بتكون فيه المرأة وبدأ تنجز شي قادرة عنا فالنتينا ترشكوفا أول رائدة فضاء غزو الفضاء البرنامج الفضائي الروسي أو السوفيتي أول ما انطلق بالستينيات بعد إطلاق أول قمر صناعي بالـ 57 اتحاد السوفيتي ببلش يفكر أنه أولا بعثوا يوري جاقارين مثل ما قالت سلمة قبل شوي غزو الفضاء لازم يكون الاتحاد السوفيتي الأول بكل شي ففكروا بإطلاق امرأة للفضاء الامرأة كانت فالنتينا ترشكوفا تشتغل بمصنع للنسيج مثل كلها البنات ولا على بالها ببال الفضاء ولا شي شافت الإعلان إعلان برنامج الفضاء الروسي وقررت أن أتقدم لما أدمت كانت من بين 400 متقدمة تم الاختيار أربعة منهم كانت أول امرأة تصعد للفضاء دارت حول الأرض 48 دورة يعني سجلت إنجاز للمرأة بهديك الفترة فترة 1963 اللي العالم لستها ما عرفان العالم وين رايح كانت امرأة تغزو الفضاء واستغرق بعد فالنتينا ترشكوفا تقريبا 19 سنة لتم إطلاق امرأة أخرى عنا نساء يعني في عنا كمان كاثرين جونسون كاثرين جونسون كتير عالم ومتميزة يعني ما كتير أنه في تسليط للضوء حتى عليها يمكن إذا بتدوره ما كتير حنلاقي معلومات عنا لكن كاثرين جونسون هي عالمي أمريكي من أصل إفريقي بفترة الستينيات كان في تمييز عنصري كتير ضد السود فهي كانت من ضمن العالمات اللي اشتغلوا بناسا وكانت تحسب تخيلوا مسارات الرحلات الفضائية لألان شبرد ويوريق عفوا ونيل أرمسترونيق أول رحلة على سطح القمر فمن خلال حساباتها هاي شاركت سموها كمبيوتر ناسا الذي يرتجت النورة يعني كانت كاثرين جونسون متميزة جدا بعملها وفي عنا نساء كتير إذا بدنا نحكي عن ميدان العلوم في نساء كتير اشتغلوا بهذا الحقل لكن ما تم تسجيل اكتشافاتهم بأسماءهم إما مثلا مثل هي باتيا باسم والدة أو عالمات أخريات كانوا يشتغلوا مع أزواجهم العالمي الوحيدي اللي كلنا بنسمع فيها ويعني ذا عصيطة هي ماري كوري ماري كوري كوري العالمي البولندي اللي اشتغلت مع زوجها العالمي بير كوري هذا الشغل شغله مع زوجها والتكافأ اللي كان بينهم شهر ماري كوري وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوب المرتين يعني هاي الإنساني إنجازات حلوية دائما إذا بنبحث حتى بمجال العلوم العربية عندنا بالهندسات مثلا المهندس يزوها حديد عندنا نحن هون بسوريا الدكتورة شادية حبال الرفاعي دكتورة شادية حبال الرفاعي عالمي سوري درست بالجامعة السورية درست بقسم الفيزياء انتقلت على لبنان كتابة دراستها هي أستاذة كرسي الفيزياء بجامعة ويلس فيها عدد كبير من العالمات تصليف الضوء على الإنجازات هو شيء كتير مهم وأيضا خلينا نرجع شوي لسوريا وقبل ما نختم فقرتنا الجمعية السورية الفلكية من الجمعيات اللي دائما بحالة نشاطات وفعاليات ومن أهم المشاريع لأطلاقتها من فترة طويلة هي مشروع الفلك الصغير خلينا نعرف شو خلينا نقول لين وصلنا بهذا المشروع هذا المشروع من أول ما تأسست الجمعية بـ 31-8-2005 نشاطاتها بتهدف لتغطية كل الأراضي السورية بتعليم علوم الفضاء والفلك وصنع ركيزي لقلع نحن من خلال وجودنا بالاتحاد الدولي للفلك وجودنا كمنسقين لمكتب التوعية الفلكية وتعليم الفلك بسوريا عم نحاول من خلال الجمعية ننشر هاي العلوم طبعا نشاطاتنا كانت دائما مستمرات طبعا أنت تجي تقولي نشاط فلكي من غير ما تكون فيه توليسكوب تطلعي على السماء هو ما يعني منه كتير مقبول لكن نحنا مثل ما حكيت لكم قبل شوي الكورونا فرضت علينا ظروف أسسنا للشيء أنه تعليم الفلك الصغير أو مشروع الفلك الصغير أونلاين اشتغلنا مع الأطفال أونلاين بعدين بلشنا نشتغل معهم على أرض الواقع بس صارت الظروف أحسن عم بتلاقي أنه نحنا هاي الفترة في عنا إقبال كتير من خلال كل يعني كل الأهالي حابين يدخلوا أولادهم بمشروع الفلك الصغير نحنا هلأ الفلك هو المستقبل نحنا إذا بعد فترة عشر سنين حرب بدنا نطور هاي البلد نحنا بحاجة لننهض فيها بالعلم وعلوم الفضاء والفلك هي من أهم العلم نحنا بحاجة لنعتمد على العلم لنطور حالنا ونطور أطفالنا وبلدنا بدنا نعايدكم أول شيء وهيك نتمنى لكم كل الخير ونشوف نسب أكبر بالأيام الجاي بدي أتشكر حضورك معنا لليوم وصباحك خير على طول سعد صباحك رشايا سعد صباحك سلمة شكرا إليك وشكرا لوجودك معنا